بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي التنميد والتنميدات في مقطع آخر من سلسلة فروض مادة علوم الحياة والأرض لمستوى أولى باكاروريا علوم جريبية خيار فرنسية أو مسلك دولي يوم شاء الله بحويل الله عدنا تمرين الأول من هذه السلسلة اللي هو اللي ما زال ما خدمناه شخدمنا تقريبا معظم هذا التمرين إلا ما نقول أغلبهم ونبدأو على بركة الله نخدمه التمرين اللي اللي ديجا خدمنا بحالو اللي مخفنا نقوله هو النيد خدمناه في الدرس نفس الشيء مع نفس كل شيء مفهوم نبدأو على بركة الله التمرين الأول اللي كلورور دي كوبالت على پروبيتات دي شانجر دي كولر سلان لده غريد دي ميدة دي مليو على وحد المحلول اللي اسمي تو كلورور ديال كوبالت عند وحد خاصية أنو كي تبدليه اللون حسابا روتوبوف ديال لواسات يل پرانا كولر بلو على تسك كي كون لون ديالو أزرق إلا كن لواسات لفه ناشف إلا كولر روز ومليو عميد كي تحوو اللون ديالو للاون ألواردي إلا كن لواسات في الما راتب ومليو عميدة ديالو كاري دي مليو عميدة ديالو كوبالت كون فهي سيشي حدرنا جوج ديال للمور باعت ديال لواراق اللي درنا فيوم للمور باعت ديالو كوبالت ونشفناهم إلا اللون ديالو مريكون أزرق وننفلق سور شاكوين دي ديالو فاس ديالو فاي ديالو لوريه انكاري ديالو باعت ديالو فالتر ديالو 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 وحد النبتة اللي اسمي تالو حطينا ورقة زرقة على الوجه العلوي ديالها ورقة زرقة على الوجه السوفلي كتاني انهو الواسات ناشف مفون أوبو ديون اوغ خلال واحد ساعة بعد مورور واحد ساعة انده ديكل لدو بو حيثنا حيثنا جوجوج ورقات اللي كنا لصقنا على الفيه ديال لينبتة حيثنا جوجوج ورقات زرقين اللي كنا لصقنا في الورقة ديال لينبتة الريزولتات يكون اوغ سيما النتائج مبينين في الصورة اللي عندنا في الجانب سؤال اول دكرير الريزولتات سؤال ان تختار الاباريسيان دي تاش غوز كيفاش نقدر نفسروا دهور دي لدوك البقاع اللون دي لها وارضي والسؤال التالت كبوتان ديدوير ماذا نستنتيج على الغتاج اشترحت تشاهده في الدرس ولكن غنعودو نشرحوه لغ سؤال الاول خسن نديرو الوصف دي لنتائج دي لتجريبا على بساطة كم ديسكريبشيان دي لرزلتات دي لسيت اكسperience ما نسوف ن sportingه. نerasنا نaneousteriحين دي لелейتشiant دي لسيت هو توور دي للاهم دي لهم دي لها وارضي ساوا ألا الا.. خ Checkه到 الفيارหما خصى او العادين ولكن کالله هدوب بلي عندي ره للمبر دي لط評 روز هي بلز امبرتان كدن الافاس انفریر بقع هم عندي انفسنا عندي الورقة التي حطيناها في الوجه السوفلي ديال الورقة للنبتة لقد نبلي البقع يجب اندي أكثر بينما في جهة السوفلة ولا في الوجه العلوي عفوا في الافاس سوفر عندي فقط 6 البقع اذا لدي بقاع قليلة. هذا دقيقة سكريبسي وما اجبتش حسام الرسي قلنا لهم. قلنا لما ادي بعد نهاية الجريبة فاش حيدينا هذو جوج ورقات زرقين اللي لسقناهم في البديل. لاحظنا باللي عندي واحد البقاع اللي اللون ديلها وردي. لاحظناها موجودة بكثرة في الورقة اللي اضطناها على الوجه السفلي. اللي اضطناها على الفاص انفغير. بينما الورقة اللي اضطناها على الوجه العلوي. راه لاحظنا باللي فيها واحد العدد ديل البقاع. ولكن بقاع قليل مقارنة مع البقاع اللي متواجدين في الورقة اللي اضطناها على الجوجه السفلي. بالنسبة للسؤال الثاني كيف نكسبيكتان ديتاش غوز كيفاش نقدر نفسروا هاد الظهور ديل هاد البقاع اللي اللون ديلها وردي على هاد الاوراق اللي كانوا في اللوله هم اصلا الزرقين. اه 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 ازطناها هادوك البقاع اللي اللون ديلها غوز. الاغو الجواب كان في المحطيات. الاغو في البداية قالوا اننا استعملنا هاداك المحلول اللي اللون ديله كي يكون زرق. النور معنا موافز كي يكون الوسط عندي انها شف. ولكن قالوا انه يشانج دو كولير كيتغير لي اللون ديله. يبقى كولير غوز غوز ان مليو اميد كي يتحولي اللون ديله لللون الوردي كي يكون الوسط تراطم. اذا هادوك البقاع اللي اللون ديلها وردي ظهرت لي بطبيعة الحال نتيجة ماذا؟ نتيجة خروج الماء من اش. نتيجة خروج الماء من هادك الواراق ديل النبتا. نفس الواراق ديل النبتا خروج من ها الماء. نقص انك تبو ببساطة لألعباريشان ده تش روز sur le papير. امبيبية بتابعت الحال دو كولير 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 اللون ديلها وردي على هادك الواراق اللي درنفيه المحلول ديال كولير دو كولير دو كوبر peut-être expliqué par le dégagement سواءل التهلت كيف يمكن أن نسنتج من خلال نتائج هذه التجريبة أول معلومة قبل أنها قوي هذه الثقوب التي يجعلونها لما يخرج فهو متواجد لها بكثرة في الوجه السفلي في جهة السفلة للأوراق للنباتات الفاس انفيريور للفاي متواجد لها في جهة العلوية ولكن بوحد نسبة قليلة مقارنة مع جهة السفلة هذه الأوراق للنباتات وعبارة الوضع من الأوراق للنباتات هو عبارة على ماء بوخار الماء إذن نستطيع التبادلات الغازية عن النباتات تتم على مستوى الأوراق وبالضبط بكمية كبيرة تتم على مستوى الوجه السفلي للأوراق الوضع من الأوراق للنباتات وعبارة الوضع من الأوراق للنباتات وكذلك حتى الدخول للتنائي أكسيد الكربون والخروج للتنائي أكسيجين في الضائرة للتركيب الضوئي وللعكس في الضائرة للتنفس الدخول للتنائي أكسيجين والخروج للتنائي أكسيد الكربون وكذلك هكذا سألنا هذا التمرين وكذلك شرحته في الدرس لما فهم شي يعاود مشي للدرس وكذلك شرحت شي بتفصيل وكذلك نرى أني عاودت وكنتمنى أني وصلت المعلومة على أكمل وجه إلى ما قدرت الغالب الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته